بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ما شاء الله على أنوار القرآن الكريم وما شاء الله على أنهاره وأنواره وبحاره غرق في أنوار القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم وفي مدد ربنا سبحانه وتعالى انتهينا من ملف إزاي القرآن الكريم وإحنا شهرنا في شهر نمضان في برنامج ولا تعسره القرآن يبنيني فبنى القرآن زوتنا في خمس ايام ثم بنى القرآن كمان أسرنا في خمس ايام وإحنا في الملف التالت وملف العمل وبدأ القرآن معنا فبنى أول لبنة في العمل فكانت اللبنة الأولى العبادة ثم كانت اللبنة الثانية وهي التعمير ثم كانت اللبنة الثالثة والتي تكلمنا عنها مبارح وهي التسكية وجدت اللبنة الرابعة واللبنة الرابعة دي ما ينفعش يبقى فيه تسكية من غير اللبنة الرابعة دي اللبنة الرابعة دي هي من أهم اللبنات اللي ممكن تكون في العمل عارفين ليه؟ لأن هي اللي بتخلينا نحس بالوسة العمل ده حياة والحياة ما تنفعش من غير الوسة يبقى احنا محتاجين إيه؟ لبنة إيه؟ لبنة بيقول عنها الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون إيه اللي حاصل؟ إيه حكيت ليه وعلامات وبالنجم هم يهتدون؟ ليه؟ عشان يبقى عندنا اللبنة اللي بيبنيها القرآن فينا في هذا الجزء هو لبنة الابتكار والتعلم لأن الابتكار لا سقف له وعشان كده إيه اللي حاصل؟ بقى الاهتداء والإلهام متعلق بالعلامات وبالنجوم يعني وكأن العمل لا سقف له والإبداع لا سقف له يبقى لازم العمل يستمر عشان العيش يتسع والعمل بما إنه عبادة وبما إنه عمران وبما إنه تسكية وبما إنه كمان كان لازم يكون العمل عشان تتم المنظومة لازم يكون ابتكار ليه ابتكار؟ لأن التسكية ما تنفعش التسكية ويقف الإنسان في محله لازم التسكية يحصل فيها إن الإنسان يتقدم من تقرب إليه شبراً تقربته منه ذراعني بأن لازم الإنسان يتحرك ويستمر وهذا لن يكون بإن الإنسان يعيش بدون أن يطور نفسه لابد إنه يطور نفسه بس كمان عشان يطور نفسه لازم كمان يطور عمله وعشان كده هتبقى هيزداد عبادة ويزداد عمران ويزداد تسكية إذا الإنسان ابتكار ويطور نفسه وعشان كده القاعدة اللي أنا بحبها جداً جداً وكأنها مأخوذة من الآية اللي جات النهاردة الآية اللي في الجزء الأربعة عشر اللي في سورة النعم وهي سورة النح ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بيقول لنا في مظهر من مظاهر الابتكار وبيقول سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ليه نهتدي بالنجوم عشان النجوم بتقفع سقف نظرنا وتفتح رؤيتنا وتخلينا نرى الوسع عارفين عين الطائر عشان كده عين الطائر هي اللي بتخليك تقدر تبتكر لكن كمان وعلامات وبالنجم هم يهتدون يبقى إذن أنت مش بس هتشوف بعين الطائر هتشوف بعين من نور الله هتشوف بعين النور وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في هذا السياق وإحنا بنسمع هذه الآية إن احنا لازم يبقى سقف نظرنا وسقف تطلعنا فوق يبقى إيه؟ يبقى إحنا مش هنعرف الدلالة دي إلا إذا عرفنا وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الابتكار والتعلم الدائم ممكن يكون منفذ لنا في كل المواقف الصعبة وعشان كده في فخ دايما بنقع فيه وهو فخ ايه؟ الاعتداء الاعتياد الاعتياد وإن كل حاجة عادي وما فيش حاجة بتتغير وإن كل حاجة زي ما هي ففخ استدامة الحال ده نفسنا الأمارة بالسوء هي اللي بتوقعنا فيه عشان نحس قال إيه نحس إن اللي احنا عتدنا دوته وأماننا وراحتنا ونسميه الكونفرتزون لا الكلام ده من الصحيح احنا لازم كمان نبتكر عشان نقدر نعيش في نعم الله سبحانه وتعالى وخاصة إذا حق الإنسان بعض رغباته بيبقى حاسس إن الاستدامة الحال هو الحل الوحيد إنه هو ممكن يعيش فيه والفكرة دي فيها سم منقاتل لإن نفسك تعلم إن دوام الحال من المحال وإن الأشياء بتتغير كلها حولك فإذا أنت ما ابتكرتش أنت النفس بهذه الطريقة بتخرجك من إنك تشوف نعم ربنا مجمال ربنا سبحانه وتعالى فهي بتخليك تقف والله سبحانه وتعالى يغير عليك النعم ويوسع لك الحياة وأنت تقف فترى الحياة تضيقة وعشان كده إيه اللي حاصل؟ الله سبحانه وتعالى بيفتح علينا كل ده عشان نعرف إن التحول والتغير ده باب من أبواب رؤية الابتكار كأداة من أدوات الحياة التي هي تعني أنك تستفتح أبواب نعم الله سبحانه وتعالى وعشان كده ما شفتش حاجة بتخلي الإنسان ممكن يقع في فخ المكاره قد استدامة الحال وعشان كده لابد إن إحنا نخرج من هذا المعنى ونخرج من ده لإن استدامة الحال هي اللي بتجيب لنا الوجع وهي اللي بتخلينا نفقد الأمل وهي اللي بتخلينا نقع في كل المخاوف وفي الآثار السلبية اللي تخلينا نخاف من المستقبل باعتباره مجهول وده مش هيحصل غير في القلوب الضعيفة اللي هي ما بتحسش وما تعيشش مع الله سبحانه وتعالى وعشان نفس كمان تحكم هذا الفخ دعم بتعمل إيه؟ بتسألك بالاستنكار هل من العقل إن يترك الإنسان ما اكتسبه من فرح ونجاح لمجهول فتقولك أوه الله ما تخليك مكانك إنت انتك سبت فإيه اللي حصل؟ فتسمم لك حياتك وتصيبك بالكسل والعجز وإهدار المنح الربانية سبحانه وتعالى زي ما احنا كده النفحات اللي عندنا دي النفحات اللي ربنا أنزل علينا لازم كل واحد فينا يبتكر يبتكر في الدخوله على قلبه بمفتاح من مفاتيح السر مع الله سبحانه وتعالى حتى في العمل الصالح وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الراجل في العمل الصالح دخل فأدرك الركوع فدعا بدعاء ما سمعوش من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتكر دهاء ابتكر دهاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فحضرة النبي بعد كده بعد الصلاة لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيوم يرفعوا إلى السماء سيدنا كمان سيدنا بلال لما صلى مع الوضوء كمان ده ما كانش شاف الركع ما شافش السلامة على الوضوء ده يطمن حضرة النبي وعشان كده لازم نعرف أني النفس الأمارة بالسوء قد تجعلك تظل على هذا الحال عشان تتلاشى سريعا حلاوة هذا الحال وتخرج من العيش مع نعم الله الواسعة وإن تعد نعمة الله لا تحسوها فتخرج فتتعود على البرودة ويبقى قلبك فارغ وتشعر ببرودة القلب ويتنسحب الروح من الجسد وتحس بأنك أنت خلاص بتنخنق أنفاسك من هذا الملل وهذا الاعتياد ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحب الإبداع ويحفز عليه حتى قال صلى الله عليه وسلم من سنى في الإسلام سنة حسنة فلاه أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وشوف سيدنا بلال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل مع الوضوء قال له لقد سمعت خشخشة عليك في الجنة بسبب هذا والسبب في المكانة العالية للإبداع عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتح أن الإبداع ده بيفتح باب شكر النعمة ويخليك تحس بحاجة اسمها الزكاء النوراني وكأنك بيخلي النعمة تنغمس في ماذا تنغمس في الوسع وتنغمس في مسألة الدخول على الواسع سبحانه وتعالى وعشان كده أنا دايماً بحب هذه الحكمة اللي بتقول إيه من علامات صدق الحب من علامات صدق حبك لله الإبداع في حب البديع وعشان كده أنت لما تبدح في حب الله سبحانه وتعالى يبقى أنت عارف كويس أن العمل الصالح أو العمل في كل مجالات الحياة بدون إبداع وبدون ابتكار مش هيوسلك إلى الله العمل الذي يوصل إلى الله هو العمل الذي بذلت فيه الأفكار لكي تطلب الأنوار وهو دواء اللي بيوسلك إلى حالة من حالات الابتكار أما الناس اللي جمع لنا لا أنتوا لازم تبطلوا أي نوع من أنواع الابتكار لأن الابتكار ده بدعة الحقيقة هم ما كانوش يعرفوا الطريق إلى الله ولا يعرفوا أن الصراط المستقيم بعدد أنفاس الناس وبعدد ابتكاراتهم في حبهم لله سبحانه وتعالى وعشان كده في شوية إجراءات لازم نقولها عشان نقدر نوصل إلى أننا نعيش بهذا ويكون هذا الابتكار باب مفتوح للإخبال على الله سبحانه وتعالى دايما في كل يوم عشان تتحول إلى إنسان مبدع مبتكر بتطور من عملك وبتشكر نعمة ربك أول حاجة تحرص على أنك أنت تتعلم كل يوم شيء جديد من المهارات وخذ الكلام دوت وكتبه ودونه ويا سلام لو أنك أنت منظم في حياتك عدد من الكورسات وعدد من المعارات اللي أنت بتتعلمها بشكل دوري لغاية ما تكون نفسك ودوت كله لازم تطبقه في حياتك تاني حاجة لازم تتوقف عن أنك تفكر بالمخاوف أنك تفكر في عملك بالمخاوف لأن دوت هيضرك أكتر ما ينفعك وهيوقفك وهيهدم كل الابتكارات اللي أنت بتهدمها وكأنك بتيجي وبتهوري التراب على كل شيء أنت بتبدأ